خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه العظيم ثلاثون ألف مقاتل وهو أعظم جيش يتجمع للمسلمين منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله وأمره بالإقامة فيهم فقال علي أتخلفني في الصبيان والنساء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي متفق عليه مضى النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه الكبير وعسكر في ثنية الوداع وهناك عقد الألوية والرايات وكان في جيشه عدد كبير من المنافقين مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك بالحجر ديار ثمود وهم قوم صالح عليه السلام فاستعجل النبي صلى الله عليه وسلم راحلته ونزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ديار ثمود ولم يدخلها فاستقى الناس من بئر كان بالحجر واعتجنوا به عجينهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم رواه مسلم ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا فقالوا عجنا منها واستقينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا ذلك العجين والماء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه خطبة عظيمة حذرهم فيها من الدخول على أماكن عذب فيها الكفار خشية أن يصيبهم ما أصابهم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك وكان يجمع بين الصلاوات فكان يجمع الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا وقد أصاب الناس العطش واشتدت حاجتهم إلى الماء فشك الناس ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا ربه أن ينزل عليهم المطر فتجمع السحاب ونزل عليهم المطر فشربوا وملأوا ما معهم ترجمة نانسي قنقر